وصفة اليوم تكون عبارة على بقلاوة بلابات افيلو هذا الوصفة اللي ما تخطيناش ودايما نحضر معنا في المناسبات والاعياد اي حاجي بزاف ابننا لأمامته سهلة وسريعة التحضير نخليكم تسمعوا القرمى الشديلها جوفوا زنفيت احبائي حبيباتي باش الجمعية ونروح نحضرها مع بعض السلام عليكم ونبدو مباشرة في طريقة التحضير هنا عندي حوالي 500 غرم من الزبدة لدوبتها اكيد تقدروا تعودوها بسمن بعد ما الدوب الزبدة نخليها تبرد بجانب نروح نحضره الآن لفخص ديال اللوز لتقدروا تعودوها اكيد بالكوكو في 500 غرم ديال اللوز اني حنحط حوالي 120 غرم سكر هاد اللوز ما هوش محمص وتاني راهو مرحي متوسط ما يكونش مرحي يخشين وما يكونش تانيك مرحي على شكل بودرة نخلطوا ملاح اللوز مع السكر هنا عندي ماء الزهر اني حنستعمل حوالي 3 مغارف ديال المزهر باش نبلل هاد اللوز ما لازمش نكتروا بزاف مزهر لانه هاد سكر تانيك ورحي تلق المديالو وهكذا لفخص ديالنا ما تكونش محمخها بزاف نحط لفخص ديالي بجانب لطن ليستعملها وبما اني نميل بزاف الواصفات السهلة والسريعة تتحضير اني حنستعمل باتافيلو عدينة الفيلو عندي دو باكي ديال ساسون جرام ونطو عندي ان كيلو لكو حينتلقها فاسلما في الاسواق نخلط جاء الباتافيلو من المبلاجي لها ونحطها في منديل نغطي عليها مليح باش ما تنشف ليش على خطرك شريط خاجيل خديت امبلا لي رحل الفرن لديمونسيان ديالو هو 33 سنتيمتر على 27 سنتيمتر 33 سنتيمتر على 27 سنتيمتر اني حندهنو بشوية ديال زبدة شاك باكي ملاباتافيلو فيه 18 انورقة جوكوني حنستعمل 1 باكي من تحتها يعني 18 انورقة من تحت والدوزين باكي اللي فيه تانيك 18 انورقة اني حنستعملو من الفوق اشاك فو نحي دو فاي ونعاود نغلق عليها مليح باش ما تنشف ليش وبما انو الباتافيلو رقيقة بزاف اشاك فو نحن نخدم بدو فاي يعني اشاك فو ما نديش ورقة واحدة ندي زوج ورقة وكيما شفتو فرلشت لي دو فاي لولانيين في السنواء ودوكاني حنحي هدوك الزوائد ونبدأ اندهن هكذا من الفوق بالزبدة الديبة من الضروري تخلو زبدة ديالكم تبرد هكذا اللي فيديالكم ما مشحني تقطعوه نعاود ناخد دو فاي وحد اخرين وقاشك فو نعاود نغلق المليح بالمنديل على ناباتافيلو هكذا ما تنشف ليش وبنفس طريقة نفرلش لي دو فاي لولي في السنواء وننحي هدوك الزوائد واشك فو ندهن هات الطبقات بالزبدة سواء تحبو تخدمو بهذا الطريقة واشك فو تنحو هدوك الزوائد يال لابات سينو لاباتافيلو ديالكم نقصوها من البداية هكذا بمساعدة الموس نقصو لاباتافيلو ديالكم على حسب سنواء لكو حنديرو فيها البقلاوة وهكذا وزيت با قبليجي اشك فو تنحو هدوك الزوائد وهنا ياني لحقت للطبقة السوفلية الاخيرة وانتوم التحت كين 18 انورقا واكيد ما شا حندهنها لاني نحندلها من فوق اللوز لنوزعه هكذا غير بالعقل بلا ما نضغط عليه ونطوله سطح متساوي من كامل الجوانب نخديد الباكت ديوزيام اللي فيه تانيك 18 نورقة لاني هنخدم بهم الطبقات العلوية نقص شوية هكذا في الطرف ملاباتافيلو باش نسوي سواء على حسب سني وديالي باش منقعدش اشك فو نحي في الزوائد وفي كل مرة ناخد دو فوي ونعود نغلق ملايح على الباكت ديالي هكذا باش ما تنشفش معايا لابات ونبدأ الان في تشكيل الطبقات العلوية واشاك فو ندهنها قدام الفوق بالزبدة كما شفتو في هاد الوصفة انا فضلت نخدم اشاك فو بدو فوي اللي خطرك شلاباتافيلو هادي القيقة بزاف ونبغابوغ لعجينة الباقلوة اللي مارفين نخدموها بالآلة ونواصل بنفس طريقة حتى نكمل كامل 18 ورقة اللي عندي لحقت الان للطبقة الاخيرة بخونت زوج ورقة الاخرين ما نشي حنديرهم على دربة اني حندير ورقة بورقة هكذا الباقلوة ديالي يجي عندها تحمار شباب وصطح شباب نكمل ندهن طبقة الاخيرة بالزبدة انا اونتو استعملت حوالي دوباكي ديال زبدة تعميتين وخمسين غرام يعني اونتو خمسمائة غرام ديال زبدة اه يعني جتني سواسوا على حسب المقادير وهد البلاليتو تقولكم اه والشي اللي قعد لي معلخل بما اني استعملت زبدة حيوانية اه قعد لي معلخل هد الحليب اللي جا مخلط مع الزبدة بعد ما كملت التشكيل ديال كامل الطبقات مبقى لي غير منحي هد سوائد لي جاوني خارجين اه مسنيوة نجوزوا دوكا بش نقطعوا البقلاوة البقلاوة تعكم قطعوها كما حبيتو انا حبيت نقطعها على شكل لاتخيونج المتلاتات او كان يقولوا لها البقلاوة على شكل منديل اه تقدروا تانيك تقطعوها الى مربعات تقدروا تقطعوها مقيرطات اه يعني انتوما والخيار ديالكم اه في البداية اني حنقطعها هكذا على شكل مربعات يكونو شو يكبر وكل مربع اني حنقطعو اه على زوج باش يخرج لي الشكل ديال متلت اه وهنا نقول للمبتدئات كتكونوا تقطعو في البقلاوة ديالكم من الضروري تحطوها كدس بعديكم من الفوق اه باش لا بات ما تروحش مع الموس نبدأ دكاف تشكيل ديال المتلتات بهذه الطريقة الفرن ديالياني شعلته مسبقا على درجة حرارة 180 درجة نخله يسخن ابي بخير بع ساعة قبل ما نطيبو البقلاوة احسن البقلاوة ديالكم ما تحطوهاش في منتصف الفرن حطوها جوست فليتا جي جاي فوق منتصف الفرن هكذا يحتحت تحمر لكم ملتحتو من الفوق امامتوه ودوكا مبقالي غير نحطها طيب في الفرن وهنا يشوفوا كيفش تحمرت دوك نزيد لها غرسة مينيوت ونخرجها من الفرن انا يا قونتو خداتلي من الوقت تقريبا خمسين دقيقة ولكن هذا يختلف حسب الفرن ديالكم كل واحدة والفرن ديالها البقلاوة ديالكم غير تخرجوه هي سخونة انا حينسقوها بالعسل هاد العسل ارهو بدرجة حرارة الغرفة يعني ما سخنتوش انا هادس نيوات اخدلي حوالي خمسمائة غرام ديال العسل تقدروا تروحو حتى الستمائة غرام بالنسبة للناس اللي حبوا الحلاوة ومن الاحسن استعملوا عسل يكون طابعي ومن نوعية الجيدة ودبخفرنس البقلاوة نخلوها ونطولها كامل الوقت باش تشرب هادك العسل نقدروا مام نخلوها ليلة كاملة نجو الآن المرحلة التزين ليبقى اختياري انا نحن نزينها بالبيستاش ليتقدروا تعودوا بشوية لياللوز ولا الكوكاو كل وحدة والامكانيات تأديلها ونبعد نخليها كامل تشرب هادك العسل وننتلاقوا فيما بعد بعد ما تشربت البقلاوة العسل دوكاني حنقسمها نبدأ قبل نحي هادوك الاطراف لأكيدا نحي ناكلهم وهكذا كسب قد نحيت هادوك الاطراف سنقسمها فاسيلا وهذا هو الشكل النهائي دي البقلاوة بعد ما قسمتها وحطيتها في تبق التقديم التقديم تاني كي براء اختياري تقدروا تحطوها في دي كيسات اللي حبيتهم هاد البقلاوة بزف بدينا اي امام تون جات كروستيانت نتمنى بكل قلبي انه الوصفة تعليوم تكون عجبتكم اكيد اللي عجبتكم ما تنسوا الشجعوني بلايكاتكم وخلولي تعليق من فضلكم نتمنى لكم الشهية طيبة وإلى الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة بقناة اشتركوا في القناة